الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه العزيز وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفعون إكراماً لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأمته من أجله فكان صلى الله عليه وسلم يقول أعطاني ربي لهذه الأمة أمانين وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وهذا هو الأمان الأول وما كان الله معذبهم وهم يستغفعون وهذا هو الأمان الثاني نحمدك اللهم حمداً يليق بجلالك ونسني عليك ثناء يليق بعظمتك وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أهل الحمد وأهل الثناء وأهل المجد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة زك الله عز وجل لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزك فؤاده فقال ما كذب الفؤاد مراء وزك عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وزك معلمه فقال علمه شديد القوى وزكاه كله فقال لقد كان لكم في عسول الله أسوة حسنة ويقول شوقي أبا الزهاء قد جاوست قدي أبا الزهاء قد جاوست قدي بمدحك بيد أن لينتسابا مدحت المالكين فزدت قضعا وحين مدحتك اجتست السحابا فما عاف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا فما عاف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا وما للمسلمين سواك حصن وما للمسلمين سواك حصن إذا ملخض مسهم ونابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمها صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فأهل العلم جميعا وكل من يعتد برأيه من أهل العلم على أن طاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله وأن سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني للتشعيع بعد كتاب الله عز وجل يقول الحق سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفظة ويقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سلاس في القرآن نزلت مقرونة بسلاس لا تقبل واحدة منها دون الأخرى هي قول الله تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول فمن لم يطع الرسول لم يطع الله وهنا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم محذراً ممن ينكرون سنته أو يتطاولون عليها أو يجحدون مكانتها فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا يوشك رجل متكئ على أركته يحدث بحديثي يحدث بما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله أطيع الله وأطيع الرسول لم يطع الله من لم يطع الرسول الثاني وأقيم الصلاة وأت الزكاة فمن أقام الصلاة وآت الزكاة يكتمل إسلامه فالزكاة عكن كالصلاة سواء بسواء الثالثة أنشكر لي ولوالديك فلم يشكر الله من لم يشكر بوالديه ولم يكن بارا لهما ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم كل أمتي كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وهذا ما يؤكده القرآن الكريم حيث يقول الحق سبحانه ومن يطع الله واسو له لم يقل من يطع الله فقط ومن يطع الله واسو له فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله واسو له فقد ضل ضلالا مبينا ويحزه من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا فليحظى الذين يخالفون عن أمره أي يخالفون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فليحظى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لأنه هو الذي قال في محكم التنزيل وما أتاكم الرسول وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتعوه بل أمرنا ألا نتعامل مع سيدنا رسول الله ولا مع سنة سيدنا رسول الله كما يتعامل بعضنا مع بعض ولا كما نتعامل مع كلام الناس فقال صبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ويقولوا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعون فالتعامل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب فيه أن نتأدب بأدب القرآن وبأدب سنة النبي صلى الله عليه وسلم فطاعة رسول الله من صميم طاعة الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ولهؤلاء الذين قد يتجاوزون أو لا يعرفون فضل ولا مكانة سنة سيدنا رسول الله نقول له أنت الآن أتيت إلى الصلاة فقل لي في أي آية من القرآن تجد أن الجمعة خطبتان وركعتان وفي أي آية من القرآن تجد أن الزهر أربع وركعات وأن المغرب سلاس وركعات وأن الصبح وركعتان في أي آية تستخرج هذا إنها في قوله تعالى وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وفي قول نبينا صلى الله عليه وسلم صلوا كما أيتموني أصلي أمنية كل إنسان لم يقضي الفايدة أن يؤدي فايدة الحج فقل لي في أي آية من آيات القرآن حدستك عن تفاصيل الحج من أن الطواف يكون سبعة أشواط وأن السعي بين الصفة والمروة يكون سبعة أشواط وآلية الضمي والمبيت والتحرك من عافة إلى المزدلفة فمنا إنه في قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحج خذوا عني مناسككم حدثنا القرآن الكريم عن الزكاة فماذا عن أنصبتها أنصبتها في الزروع والسماء والأنعام ونحو ذلك إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا نقول يا جاهلين على الهادي وسنته يا جاهلين على الهادي وسنته هل تجهلون مكان الصادق العالمي يا جاهلين على الهادي وسنته هل تجهلون مكان الصادق العالمي يكاد في لفظة يكاد في لفظة منه مشرفة يوصيك بالحق والتقوى وبالرحم يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد يا سيديها سولى الله لكن لمن يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الزائق الفهمي حديثك الشهد عند الزائق الفهمي محمد صفوة الباري وأحمده وسيد الخلق من عرب ومن عجمي محمد صفوة الباري وأحمده وبغية الله من خلق ومن نسمي إلزموا بابه إلزموا بابه وهو سنته نلزم سنتك يا رسول الله لزمت باب أمير الأنبياء لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي السنة الصحيحة هي مفتاح فهم القرآن الكريم إذا أردت أن تفهم القرآن لابد أن تفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأي مفتاح فهم القرآن لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي علقت من حبه علقت من حبه حبلا أعز به في يوم لا عز بالأنساب واللحم مديحنا فيك مديحنا فيك حب صادق وهوى مديحنا فيك يا رسول الله حب صادق وهوى وصادق الحب يملي صادق الكلم إذا وجدت إنسانا يتطاول على سيدنا رسول الله أو ينال من سنة رسول الله ويدعي أن يحبه فألق كلامه في البعض لو كان صادقا في حبه ما استطاع أن يتفوه إلا بحب رسول الله مديحنا فيك حب صادق وهوى وصادق الحب يملي صادق الكلم لا يمكن لإنسان أن يكون صادقا في حبه إلى رسول الله ثم ينال من سنته أو يتطاول عليها أو يتجاوز في حقها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله من كان يحب الله فحب رسول الله لا ينفصل عن حب الله عز وجل جاء أحد الناس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها قال الرجل حب الله وحب رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت المرء مع من أحبب مديحنا فيك حب صادق وهوى وصادق الحب يملي صادق الكلم البدو دونك البدو دونك في عز وفي شعف والبحو دونك في فضل وفي قام صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله واستغفوا ويغفر لكم الحمد لله وكفة وصلاة وسلاما على سيدنا ورسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى تحدث العلماء عن حب سيدنا ورسول الله عندما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين هل حب رسول الله هو شرط كمال الإيمان لا يكمل إلا به أو شرط صحة لا يصح الإيمان إلا به الذي أدين لله به وأطمئن إليه أنه شرط لصحة الإيمان كيف لإنسان يدعي أنه مسلم وأنه يحب الله ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مفتاح باب الشفاعة إلى الله وسيد ولد آدم ولا فخ وهو الذي أكرمنا الله به فقال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ثم أعطى الأمان لأمته إلى يوم الدين وما كان الله معذبهم وهم يستغفعون غير أن الناس من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف كما بينا الذي يقول كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم علينا بكتاب الله نقول له هذا رسول الله يقول إنما حرم رسول الله كما حرم الله والسنة هي المصدر الثاني للتشعيع تأتي مفسرة ومبينة ومكملة ومتممة لكتاب ربنا وشريحة ومفصلة ولكن هناك فائق آخر أيضا قد يخلط ما نسب إلى رسول الله بما لم ينسب إليه فيأتي بأمور لا أصلها على أنها أحاديث وهنا لابد من التحري والتثبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فلابد من التحري والتثبت من رواية سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن بعض العلماء لم يجيزوا رواية الحديث بالمعنى وإنما لا بد من نص الحديث لأن بعض الناس إذا أوى الحديث بالمعنى قد يغير كلمة أو لفظة أو جملة يتغير معها معاد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ومن أجازوا الرواية بالمعنى وضعوا ضوابط وشعوط أن يكون من يروي الحديث بالمعنى عالما بالسنة عالما بالفقه عالما باللغة فإذا ماوية أوى الحديث بمعنى لم يحظف شيئا من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الأمر الذي أختم به فإنه لا مشاحة ولا اختلاف على الإطلاق بين أهل العلم على حقية السنة ولم يدرسوا قواعد فهم السنة ولا قواعد دراسة السنة فأخذوا الأحاديث بين الأمر المعارض به الوجوب أو المعارض به الاستحباب أو المعارض به الندب وما بينهو من قبيل العادات وما بينهو من قبيل العبادات وما بينهو من قبيل السوابت وما بينهو من قبيل المتغيرات فأفتوا في دين الله بغير علم فضلوا وأضلوا وهذا ما حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا من يتحدثون في سنة رسول الله بدون علم دون أن يدرسوا قواعد الفقه القواعد الفقهية والقواعد الأصولية وكتب الأحكام واستنباط الأحكام ودون أن يتمكنوا من اللغة العربية وأن يفضيقوا بين ما هو من قبيل العالة وما هو من قبيل العبادة وما هو سابت في العبادات والعقائد وما هو متغير من أحوال الناس كاللباس وسائر استخدامات العصر فقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم من اللباس وأدوات الانتقال والطعام والشعاب والعلاج والنظافة ما كان متاحا في وقت عصر وأيام عصر هاكب الجمل إذ لم تكن السيارات والطائرات موجودة على عهده صلى الله عليه وسلم فإذا أوجد الله لنا وسيلة لهذه الانتقال فهل يقول أحد لا أركب الإلآن لا أركب السيارات ولا الطائرات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب إلا الخيل والجمل هذا عين الجمود مثله أيضا من تشبس بظاهر النص قال لم ألبس هذا اللباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس لن أكل بالشوكة ولا بالسكينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل بهما أمور الطعام والشراب واللباس وسائر أمور حياة الناس هي من المتخيارات وهذا ما جعل ابن القيم رحمه الله يقول من أفتن ناسا بمجرد المنقول في الكتب من أراء الكتاب والسنة سابتان الشروح التي كتبت والأراء حول الكتاب والسنة كسر منها يتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال ولذا قال ابن القيم رحمه الله من أفتن ناسا بمجرد المنقول في الكتب من الآاء دون معاعة عادات الناس وأحوالهم وظروفهم فقد ضل وأضل السنة مرجعيتنا بعد كتاب الله لكن علينا أن نفهمها فهما صحيحا دون إفعاط أو تفيض دون غلو أو تقصير نسأل الله العلي العظيم أن يزقنا حسن الفه وحسن الاتباع وأن لا يجعل فينا ولا بيننا مريضا إلا شفاه اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا مريضا إلا شفيته ولا همّا إلا فضجته ولا دينا إلا سددته اللهم تقبل هذا العمل وهذا الصاح العظيم خالصا لوجهك واجز من قام به خير الجزاء ووفقنا لخدمة ديننا وخدمة وطننا وخدمة الإنسانية واهدنا إلى سواء السبيل وصل اللهم وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويا عبد الله أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا شكرا